شكرا لك محمد وإلى ملفنا الثاني حيث قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن جميع الدلائل تشير إلى أن حزب القوات اللبنانية هو من قتل ضحايا أحداث الخاميس الماضي وإن الواقع تشكل مفصلا لمرحلة جديدة في التعاطي مع المشهد السياسي وأشارى نصر الله إلى أن حزب القوات اللبنانية يملك ميليشيا مقاتلة ذات هيكلية محددة ويحرض على افتعال مواجهة عسكرية مع حزب الله واتهم نصر الله حزب القوات اللبنانية بالعمل على اختراع عدو للمسيحيين للمضي في مشروعه على حد قوله هذه الإثارة الدائمة للمخاوف والبحث عن عدو وصياغة عدو وصناعة عدو الهدف منه أن يقدم هذا الحزب حزب القوات اللبنانية وأن يقدم رئيسه أن يقدموا أنفسهم أنه هن حملت راية وهن المدافعين عن وجود المسيحي وهن المقاومة المسيحية وهن اللي بيحفظوا دماء المسيحيين وأعراض المسيحيين ووجود المسيحيين ووطحت هذا العنوان وهذا الشعار بيعمل بشد عصب بيعمل استقطاب وبيعمل تعبئة وبيشتغل تحريد من أجل تحقيق أهداف إلى صلة بالزعامة إلى صلة بحضور هذا الحزب وإلى صلة بما يعرضه من أدوار في لبنان على دول خارجية لها مشاريع ومصالح في لبنان وأكد نصر الله أن عدد عناصر الهيكل العسكري لحزب الله من اللبنانيين المدربين عسكريا يبلغ مئة ألف مقاتل وأشار إلى أنه يذكر عدد مقاتلي الحزب لأول مرة لمنع الحرب الأهلية وليس للتهديد بحسب تعبيره مدربين ومنظمين ومهيكلين ومسلحين وأصحاب تجربة وأصحاب روحية ولو أشير مش إذا أمروا ولو أشير لهم أن يحملوا على الجبال لا أزالوها اكتوب عندك مائة ألف مقاتل لقراءة أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت أحمد عياش الكاتب السياسي أهلا بك سيد أحمد إذن عندما يقول الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن جميع الدلائل تشير إلى أن حزب القوات اللبنانية هو من قتل ضحايا أحداث الخميس الماضي وأن الواقع تشكل مفصلا لمرحلة جديدة ماذا يعني وهل هذا ينذر بدخول لبنان في منعطف جديد وما هو شكله؟ طبعا يعني مساء الخير أول شيء فيما يتعلق بكل ما تفضلت به وكما جرى الاستشهاد بكلام الأمين العام الحزب الله طبعا هذا الجزء من كلامه يعني يثير القلق ويعطي انطباع بأننا ذاهبون إلى مرحلة أكثر تعقيدة باتجاه ما حصل في الخميس الماضي إنما يعني من يقرأ أو من يستمع من يستمع لكل الخطاب السيد نصر الله يجد أنه قال الشيء وقال نقيضه في وقت واحد هو اتهم حزب القوات اللبنانية وبصورة متشددة ولكن في الوقت نفسه قال هو أيضا أنه ينتظر تحقيق القضاء فيما جرى من أحداث إذن عندما يتهم حزب القوات اللبنانية ولكنه في الوقت نفسه يقول أنه ينتظر تحقيق هذا يناقض هذا باعتبار أنه سلفا هو قال أن حزب القوات اللبنانية تحمل المسؤولية لكن في الوقت نفسه هناك تحقيق جاري تتولىها القوى العسكرية لسيمة الجيش اللبناني وهو منتظر أن يعلن في فترة ليست بعيدة إذن هذا الشيء ونقيضه الأمر الثاني فيما يتعلق بالشيء ونقيضه أيضا هو يقول يريد الحقيقة فيما يتعلق بمرفأ بيروت ولكن في الوقت نفسه لا يزال يصر على اتهام القاضي القاضي المحقق العدي طارق البطار الحالي بأنه سيس الأمور ومارس الانتقائية فيما يتعلق بمجرى التحقيق كيف نريد أن تمارس العدالة دورها وفي الوقت نفسه يصل هذا التشكيك لحد المطالبة تقريبا بالخلاص أو بوضع هذا التحقيق الجاري حاليا جانبا إذن ولكن في الخلاصة النهائية الشيء ونقيضه نسمعه في وقت واحد ربما ربما أنا أعتقد هذا انتباع شخصي بأن هناك منحة إلى احتواء الأمور يعني فيما يتعلق بهذه اللهجة التصعدية ولسيما إشارته وهذا يعتبر في ذروة عرض العضلات أنه لديه مئة ألف مقاتل وفي الوقت نفسه كأن هناك محاولة لاستيعاب ما حصل الخميس الماضي نحن نعلم أن ما حصل الخميس الماضي هي تعتبر هي نيل من كل نفوذ وهيبة حزب الله وحليفه حركة أمل عندما يسقط سبعة قتلى وعشرات الجرحة في هذه المواجهات وهذه الأحداث الدامية التي حصلت أنا أعتقد هي كأن هناك محاولة لاستيعابها بهذا التصعيد التي في الوقت نفسه تركيز على أهمية الجيش اللبناني ودور الجيش اللبناني مسألة مهمة هذه ونحن نعول عليها سيد أحمد ذكرت إلى المتناقضات أشرت إلى المتناقضات في خطاب حسن نصر الله التي بعض منها هي تصعيدية وبنفس الوقت فيها تهدئة لماذا اخترت في قراءتك لرسائل هذا الخطاب بأن اللهجة هي لهجة تهدئة ولم تختر لهجة التصعيد التي كانت في بعض الحالات واضحة جدا في معناها تماما ربما عندما نخف عند كلمة أو عبارة أو مقطع من كلمة السيد نصر الله نجد أن فعلا كل المخاوف والقلق هو مشروع وفي محله لكن نحن أيضا كأننا نسمع في ختام كل هذا الكلام كل هذا التصعيد أن هناك محاولة للحرص على السلم الأهلي محاولة على الإبقاء على الواقع اللبناني مستقرا وخصوصا فيما يتعلق بالجيش اللبناني هناك تركيز ليس هذا مسألة شخصية ولكن هناك إجماع في لبنان أن لا بديل عن أن أهمية الأمن الذي يتولى الجيش اللبناني وسائل المؤسسات الأمنية مسألة مهمة جدا بالنسبة للسلم الأهلي في لبنان السيد صلى قال هذا الكلام وهو بضوح في عدد من العبارات التي وردت في كلمته إذن هو يلاقي هذا الاتجاه وربما أنا أرى الأمور ربما كأن هناك انزلاق في الأحداث في لبنان وما حصل الخميس الماضي هو انزلاق وخروج عن مسار معين ربما كان حزب الله يريد الأمور أن تبقى ضمنها بمعنى أن تبقى وطيرة التصعيد السياسي في ذروتها تحويل كل الأنظار ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت ولكن في الوقت نفسه هذا التصعيد السياسي أن يبقى تحت سقف معين بمعنى أن لن تزلق الأمور نحو مواجهات أمنية كالتي حصلت الخميس الماضي هل ذلك مشروط برأيك؟ ربما خارج عن حسابات من يريد تمام برأيك هل هذا الأمر مشروط؟ طبعا أنا أعتقد أنه ربما في الأيام تمام بما سيصل له اجتماع مجلس القضاء فيما يخص المحقق العدلي ربما طبعا إذا نحن في الأيام المقبلة وربما منذ اليوم هناك مساعي جاري علاقاتها من وساق من أجل إيجاد مخارج لسيما فيما يتعلق بالتحقيق سيعطى هذا التحقيق فرصة مما يعني أن نضع جانبا كل هذا التوتير السياسي لكن فيما يتعلق بالتحقيق القضاء بقضية المرفأ هناك مخرج من المخارج يتم تدوله اليوم لكن في نهاية المطاف أعتقد أن حزب الله الذي يتباهى بأن لديه هذه القوة وهذه الصطوة سواء داخليا أو إقليميا ربما يجد أن الأمور في لبنان ليست بهذه السهولة بمعنى أن يتم ممارسة النفوس ولكن هناك أطياف وأراء عديدة ومكونات سياسية في هذا البلد أنا أرى أن الأمور بالنسبة لحزب الله هو في مكان ما الآن في مرحلة حريجة جدا يأخذ بعين الاعتبار أن دقة الوضع في لبنان لكن يعطي أعلى صقف للتهديدات وإذا صح التعبير لعرض العضلات والإبراز مكان القوة لكن في الوقت نفسه يضع لنفسه خط الرجعة خط الرجعة هو ما يتفق عليه جميع اللبنانيون العودة إلى المؤسسات العودة إلى الشرعية اللبنانية فيما تعلق بالأمن أو في القضاء وبالتالي العودة إلى المؤسسات نحن نتحدث عن مجلس النواب عن الحكومة اللبنانية وهذا أمر هو قيد الاهتمام في هذه المرحلة حزب الله في نهاية المطاف كأنه لا يريد أن تنفلت الأمور من عقادها ربما هذه هي مسألة إيجابية وهذا ما ينتظر اللبنانيون أن يبقى الوضع مستقرا وتحت السيطرة وهذا هو ما يريده اللبنانيون شكرا لك من بيرد أحمد عياش الكاتب السياسي شكرا لك من بيرد أحمد عياش الكاتب السياسي